رحلة السير على الأقدام صوب مدينة الأحرار ومن مختلف بقاع العالم تمثل صورة العشق الحسيني الذي غطى السواد أرضها الحر حزنا ومواساة لسيد الشهداء تعلوها رايات انتصار الدم على السيف حيدر قاسم والتفاصيل صوب كربلاء المقدسة توافد مئات الآلاف من الزوار القادمين من مختلف المدن العراقية والعالم للمشاركة في حياء أربعينية الإمام الحسين عليه السلام رحلة السير على الأقدام لساعات وأيام تبدأ من البصرة ومدن شمال ووسط العراق وهي مراثون عالمي للعشاق والمحبين والثابتين على النهج المحمدي الشريف فالمسافات والطرق التي تغطت بالسواد حزنا ومواساة لسيد الأحرار تعلو فيها رايات الإمام الحسين عليه السلام رجال ونساء وأطفال وشيبة بمختلف الجنسية واللغات تجمع هنا ما بين الحرابين الشريفين وعلت الأصوات وحد الهتاف لبيك يا حسين لبيك يا حسين لبيك يا حسين لبيك يا حسين فهم يشاركون في أحياء أربعينية الإمام الثائر على الباطل والناصر للحق والدين حيث شهدت كربلاء أجواء إيمانية وتجمع هو الأكبر في العالم فهي تحتضن شعوبا بين أزقتها وبيوتها التي فتحت أبوابها كرما في تقديم الخدمة للزوار حيث يتعاون الآلف من الزوار في تسهيل دخول المواكب الحسينية ومواكب العزاء والخدمة إلى داخل المدينة وتسهيل دخول الزوار وخروجهم ومع هذه الأجواء نشرت القوات الأمنية آلاف العناصر الأمنية في جميع الطرق المؤدية إلى المدينة المقدسة تحسبا من عمليات استهداف الزوار مع انتشار مئات السرادق الطبية التي تقدم الخدمات الطبية والإسعافات الأولية للزوار الذين يقطعون مسافات طويلة سيرا على الأقدام بالإضافة إلى تهيئة خطط تستمر حتى عودة الزوار إلى مدنهم وبلدانهم ومع التجمع الكبير هذا أعلنت العتبة العباسية الشريفة إن عدد الزوار الذين وصلوا كربلاء منذ سابع من سفر ولغاية العشرين منه بلغ ستة عشر مليون زائر وثلاثمائة وسبعة وعشرين زائر من العراقي وخارجه حيدر قاسم الرابع